قبل الكويتين الدارسين في البحرين وصار بينهم نقاش وحوار جميل خنشوف هذا التقليد طلبة للحاضرين أمامك طلبت طب في جامعة الخليج العربي والجامعة الملكية الإيرلندية RCSI طلبت دراسات العليا في جامعة الخليج العربي وفي جامعة البحرين وأيضا طلبت البكريوس في جامعة البحرين فهذه كلها جامعات معترف فيها ومخرجاتهم قوية ووزارة الصحة تشهد للأطباء خرجين مملكة البحرين أول شيء بنتكلم عن اتحاد الطلبة اتحاد مثل ما تعرفون بالبحرين ممنوع عندنا أن يكون عندنا أي اتحاد رسمي لمسائل قانونية فأحنا تطوعنا وسوينا لجنة المستجدين اللي هي لجنة تطوعية صار لها أربع سنين تهتم بشؤون الطلبة من ناحية السكن من ناحية الدراسة وجزء من تأقلمهم السنوات الدراسية الأولى نتمنى أن نكون جهة رسمية بالكويت حتى نلقى دعوهم رسمية تعدات الطلبة الآن ما هي رسمية كلها حتى تقنن يفترض أن تصدر بقانون والقانون هذا بدأ العمل فيه في المجلس الماضي وأتوقع أن يستكمل في هذا المجلس وأنا متأكد من أخوان النواب اللي موجودين الآن هنا أنه ممكن أي أحد يتبنى هذا الموضوع وسأقوم بدعم دعم كامل حتى ننتهي منه وبالتالي أنت من تمعني في الأمور القانونية في أي دولة إنما يشهر ممكن الاتحاد ويكون جهة رسمية وفقاً لقانون كويتي صادر من دولة الكويت أما الآن ترى ولا جهة رسمية ولا اتحاد بما فيهم الاتحاد الوطن لطلبة الكويت في رع الجامعة جرت العادة في السنين السابقة قبل سنتين وأكثر أنه يكون في حفل تخريج حق الطلب الكويتيين من قبل التعليم العالي والملحق الثقافي قبل سنتين توقفت تقريباً هالسالفة بسبب عدم تخصيص مبالغ مالية من قبل التعليم العالي لملحق الثقافي في البحرين فبغينا أن نعيد هالسالفة وصير فيه تخرج حفل تخريج للطلب الكويتين وعلى أساس أنه يتم في الكويت يكون أفضل إذا تمت الموافق أن يكون في الكويت يكون في حضور أكبر للأهالي وتسهل عليهم الموضوع نملك أن نقترح وندعو ونحث أخواننا في السلطة التنفيذية والأخ وزير التربية والتعليم العالي أن يأخذ كل النقط التي تفضلت فيها بأي الاعتبار كل النقط هذه ستكون مسجلة أول نقطة أن المخصصات المالية مثل ما تعرف أستاذ أننا الآن المخصص عبارة عن 813 دينار هذه 800 شاملة السكن الأجارات الآن وائد غالية يعني في محيط الجامعة أرخص شقة غرفة واحدة 450 دينار تقريباً هذه نصف المعاش غير المخصصات الثانية غير الكتب العلمية كتبنا الطبية وائد تكلف وائد تكلف فهذا وائد قاعد يأثر علينا فنحن نتمنى لو شوي يزيدون لنا من المخصص المالي ثاني نقطة كما تعرف أننا طلبة الطب طلبة الطب لازم يشاركون في مؤتمرات خارجية في دورات تدريبية صيفية هذه كلها تكلف هذه وائد أشياء منها من متطلبات تخرجنا عشان نتخرج لازم نسوي هذه الأشياء نفضل أن نحن نروح بره نسافر بره عشان ناخذ الخبرة هذه غير نحن صج ناخذ الخبرة بالكويت ونتدرب بالكويت وهمل ببحرين بس أولو أن نحن نسافر بره وناخذ الخبرة من بره ولكن ما نقدر نروح لأنه ما نقدر ما تسمح لنا المعاش يالله يكفي الأجار وهذا السوالف وبعد لما نسافر وائد يتكلف تذاكر السفار وهمل متطلبات السفار ما قدر أقول لكم بنحلكم كل شي احنا ما نملك عاصل سحرية ونقول لكم فيكون لكن أقدر أوعدكم بأن هذه النقاط ستصل إلى المعنيين وستصل إلى أخوانكم في اللجلة التعليمية في مجلس الأمة وستتم متابعتها حتى نزيد من فرص انهاءها والمساهمة بشكل إيجابي في دعمكم ومساندتكم حتى تنالوا منالكم إن شاء الله وتعودوا إلى أرض الوطن مسلحين بشهاداتكم خلصنا أخبارنا